بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا إن عرض الحلقة العشرة اللي بنحاول من خلالها نتكلم على كيف يبني القرآن الإنسان ويبني حياة الإنسان فيه ولا تعسره إحنا خدنا خمس حلقات إزاي بنا القرآن ذات الإنسان فجعلوا إنسانا ممدودا مكرما أيضا مع المدد والتكريم وكمان هو مع الله سبحانه وتعالى فجعله مدبرا له وجعله ساعيا وجعله محفوظة الوسع ودخلنا على الحلقات اللي فيها الدائرة الأولى الدائرة اللي بيتكلم فيها عن الأسرة فوجدنا يؤسس فينا أن الأسرة قيمة وأعظم قيمة فيها هي الحب ثم هذا الحب يحتاج إلى النضوج ثم هذا النضوج لا يعيش إلا بتطوير طب ما المراد في النهاية تأتي لبنا عجيبة نجدها في قوله تعالى في سورة الأنفال في قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم هذا الجزء من الآية بيأسس فينا معنى كنا لازم نختم به الكلام عن الأسرة إزاي القرآن بيبني فينا الأسرة لازم نفكركم إن احنا قلنا هنا قلنا إن الأسرة قيمة وفيها الرحمة والسكينة والمودة وده بيوصلنا للحب وبيستمر الحب بالنضوج اللي بيخلينا نشوف أهمية التطوير في حياتنا والتطوير بيوصلنا لقيمة النهاردة قيمة بتخلينا نشوف السورة كاملة سورة الأسرة كاملة وهي إن الأسرة رحم إنساني بنولد فيه من جديد وقفة الأسرة رحم إنساني نولد فيه من جديد وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الأسرة رحم إنساني يعني إيه رحم إنساني؟ رحم لتكوين الإنسان علشان يعيش في العالم كله مش عشان يعيش في الأسرة الضيقة بس ولذلك خليني أوضح لكم إن أول جزء من العالم بيقبله الإنسان هي الأسرة وكأن الأسرة هي العالم الأول لهذا الإنسان فبيتعرف على الأعلم كله بيتعرف عن الإنسانية كلها من خلال الأسرة ولذلك والله لن تستقيم حياة الإنسانية إلا بصلاح الأسرة وبالحفاظ على الأسرة وكل الدعاوة اللي إحنا بنشوفها عشان نقود الأسرة ده خطر على البشر كلهم ولذلك وأولو الأرحامي بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فالإنسان هنا في الأسرة بيبقى في الرحم إلا يفضل يتغذى فيها عشان يخرج إنسان مولود جديد مولود إنساني يستطيع أنه يتعامل مع البشر وجاهز للعيش المشترك مع كل المخلوقات مع كل الناس هناك أدوار لن تستطيع أن تقوم بها أي مؤسسة غير الأسرة والأسرة لما تتوقف عن ده بدأنا نعاني زي بناء القدرات والمهارات للشخص نفسه الاستثمار لا يكون في الفردانية اللي إحنا عايشينه دلوقتي إحنا عديد البشر الآن محدش يزعل أنا بقول لكم الحقيقة نحن نستثمر في الفردانية وإنما الاستثمار الحقيقي للبشر هو في الأسرة الأسرة لما توقفت عن القيام بدورها كرحم إنساني بيولد موليد إنسانية جديدة إيه اللي حاصل؟ الإنسان توحش توحش ليه؟ ليه توحش الإنسان؟ توحش الإنسان لأنه هو لا يتكون التكون الطبيعي اللي ربنا ارتضاه لما قال وأقولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ولما حضرة النبي علمنا كلكم لآدم وآدم من تراب فعرفنا إن إحنا أسرة إنسانية كبيرة بس لازم إن إنسان يتأسس في أسرته الأصلية عارفين أنا عضو في لجنة الأسر البديلة أهم حاجة بنبقى حارسين عليها إن إحنا نخلي الأطفال كريم النسب نوفر لهم أسرة لإن إحنا موت اللي إحنا في منها إن المسلحة الفضلة للطفل إنه هو يكون في أسرة عشان يخرج إنسان من رحم إنسانية طبيعية لما بيفقد الإنسان أسرته أكبر احتمال ممكن يقبله هو إنه يتحول إلى كائن متوحش العالم لو حد بيقول إنه بيضيع علشان خطر الشزوز والتفكك الأسري فلازم نرجع الأسرة كمان عشان كده النهاردة هنقف في الجزء العاشر مع الآية رقم 95 من سورة الأنفال وقولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم وعشان كده لما ربنا خلى الأسرة رحم إنساني فهو عليم بكل شيء عليم بدور الأسرة طيب هي إيه الأرحام ذكرت في سورة في سورة أخرى الله صعد الله قال قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اخترفتموها وتجارة تخشون خسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسولي وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إيه اللي حاصل كل ده بيسمعنا أني في حاجة اسمها الجماعة الإنسانية الأولى وهي الأسرة كلنا سمعنا المثل اللي بيقول اللي مالوش خير في أهله مالوش خير في حد أيوة لأن الخير بيبتدي في الأسرة والأهل دول هم اللي تم ذكرهم في الآية الكريمة طب ليه بنقول المثل ده لأن الأسرة والأهل دول هم الرحم اللي بنخرج منه للحياة فلو كنا برين بيهم وبنحسن إليهم عن كون وصلنا للميلاد الإنساني اللي بنعيش فيه بالقيم اللي تعلمناها وعشنا بيها مع الأسرة فنبقى فعلا جاهزين أن ننعيش بيها مع الإنسانية كلها أي حد عايز يهتم بالعيش المشترك وبالتنوع لازم يهتم بالأسرة ولذلك أولى الناس بحسن المعاملة هم أسرتك فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك يعني الأسرة والأم دي رمز الرحم اللي منها صلة الأرحام كلها فلو كنت عايز تحسن تحس بالناس وتحسن علاقة الناس ببعض أو تحسن جودة الإنسان فلابد أن احنا نبدأ بالأسرة بالأب والأم الأسرة هي النموذج المصغر من المجتمع والإنسانية فلو نجحت في العيش بالقيم معاهم هتنجح في العيش بالقيم مع الإنسانية كلها فشفنا لما الأولاد بيتربوا على احترام الأب والأم ويشوفوا أمهم بتحترم أبوهم والعكس صحيح بيطلعوا أشخاص أسوياء عارفين قيمة الأمرأة وبيحترموها وعارفين قيمة الرجل وبيحترموه وتلاقي الزواج بعد كده اللي هيحصل مع الأولاد دولة يطلع زوج ناحية فالأسرة لابنة أساسية في المجتمع ولذلك لازم ببساطة خالص يبقى عندنا جملة من الإجراءات من خلالها نستطيع أن احنا نرجع الأسرة أن هي تساهم باعتبارها رحم إنساني في ميلاد الإنسان من جديد أول حاجة لازم الأسرة ترجع تحترم ويعاد لها أدوارها ولازم بشكل واضح يحصل تأهيل للمتزوجين ولازم يبقى فيه رعاية وبرامج لتأهيل الأسري في كل خمس سنين على الأقل لازم الناس تتأهل الأمر الثاني كل يوم احنا عايزين نعلم الأسر يبقى عندهم حاجة اسمها التطوع المباشر والمستمر لازم يبقى فيه خدمة مسعدة لأهل البيت وللناس وتالت حاجة لازم نبدأ في رمضان نعمل سنة حسنة وهي زيارة زيارة لدول الأيتام والمسنين عشان نعلم أولادنا ازاي يبقى لهم دور مجتمعي وازاي الأسرة تاخدهم إلى هذه الأدوار كمان فيه إجراء مهم جدا لازم نشارك أهل بيتنا فيه تحضير أشياء بسيطة تدخل السرور على الناس في الشارع على الناس في البيت على الناس في العمارة ودوة عيخليهم يتجدد فيهم مفهوم دور الأسرة في الحياة ودوة لو حصل الناس عيحسوا بأن هم مزالت الأسرة بتقوم بأدوارها عن كم الباقي أدوار الأسرة وازاي الأدرة الأسرة تسترد مركزيتها في المجتمع ومركزيتها في الحياة الإنسانية وكمان نتلقى أسئلتكم ولكن ده كله عيكون بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيزوك صفحة بنامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ويظل جسر ممدود بيننا يخلي مجالس العلم دايما تنور قلوبنا وتوصلنا بالباري سبحانه وتعالى احنا النهاردة كنا مع الآية 75 اللي بنتكلم فيها من سورة الأنفال اللي احنا بنتكلم فيها عن قيمة مهمة جدا وهي قيمة قيمة ماذا قيمة أن الأسرة رحم إنساني يصل بنا إلى الميلاد الإنساني اللي فيه الإنسان يستطيع أنه يعيش بهذا مع كل البشر مع كل الكائنات ودهوة لأن الله سبحانه وتعالى قال وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كتاب الله احنا لازم نفهم إن ده مهم جدا مهم إن البشر يعيد يعيده تقدير واحترام الأسرة باعتبارها هي الرحم الإنساني لازم نقول حاجة مهمة جدا 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 إذا كنا عايزين البشر يفضلوا في حياة وتستمر الحياة مستقرة لابد أن نحافظ على الأسرة احنا عارفين إن في بعض الدول بسبب إن الأسر ما بقتش موجودة في بعض الدول قالوا إن بعد تسعين سنة الدول دي هتختفي وهي دول من الدول الكبرى في العالم ليه؟ لإن الأسرة ما بقتش لها نفس المكانة اللي إحنا لابد إن إحنا نجعلها فيها إحنا قلنا إن إحنا الأسرة لازم تكون بشكل واضح لازم ترجع الأسرة مرة تانية لأدوارها في الحياة وعشان ترجع الأسرة لأدوارها في الحياة لازم نأهل الناس لتكوين الأسر ولازم كمان نأهل الأسر نفسهم عشان يعرفوا قيم وأدوار الأسرة في المجتمع لازم كمان في إجراءات بسيطة إن إحنا نعمل خدمات مساعدة للناس نجتمع الأسرة عشان تعمل الخدمات دي ويا ريت نبتدي بالخدمات دي بأهلنا كمان في رمضان لو سماء يا سلام لو نعمل سنة حسنة إن إحنا نزور كل الناس اللي محتاجين الناس تلتحم بهم ويحسوا إنهم ما فقدوش أسرهم زي الأيتام وزي المسنين ده كمان هيبين دور حقيقي للأسرة من كان عنده فضل أسرة فليعود على ما لا أسرة له على الأيتام وعلى المسنين اللي هم في الحقيقة مفأمس الحاجة لأدوار الأسرة معهم كمان لازم نعمل شوية مجهودات وبعض الأمور مع أسرتنا عشان يبان إن إحنا كمان مش عايشين في نعزال لكن نخرج كمان لمساحة الشارع ونقدم حاجات في الإفطار ولو كانت بسيطة والناس تحس بدور الأسرة ده أنا عايز أقول لكم وإحنا بنختم الكلام عن الأسرة لازم نقول الأسرة قيمة مجتمعية عليا وفي نفس الوقت الحب قيمة مركزية في هذه المؤسسة هذه القيمة هي التي تدير المؤسسة وتسيطر على كل أفعال هذه المؤسسة اللي هي مؤسسة الأسرة وهذه المؤسسة لابد أنها تكون بدون النضوج هي لن تستطيع أن تكون فعالة لكن في نفس الوقت إذا أردنا أنها تستمر في أدوارها المجتمعية لازم تتطور وفي النهاية عناصل للهدف الأسمى لنا إن تظل الأسرة رحم إنساني بيوصل الناس إلى ميلاد الإنسانية في حالة شيخوخة الإنسانية التي نعيشها إذا كنتم شايفين تغيرات كتيرة في الحياة التي نعيشها فلازم يبقى فيه تغيير أساسي بأن تعود الأسرة مرة ثانية لدرها في حياتنا ده اللي احنا حاولنا نجمل به الكلام من القرآن عن الأسرة وإزاي للأسرة في هذه المقامة العالية التي جعلها الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نحن نرجع مرة ثانية لتعظيم وتقدير واحترام الأسرة وكمان تفعلها وتشغيلها لنما ينفعش أبدا حاجة مؤسسة مثل هذه المؤسسات اللي أزن الله أن تكون في هذا الوجود ولا تقوم بأدوارها اللي احنا كلنا مشتئين ومقدرين وحبين هذه الأدوار تعالوا ناخد أول سؤال مع الأستاذ النجلاء من القاهرة أستاذ النجلاء عليكم السلام وبركاته أنا وسهل إزاي حضرتك نعم وفضل الحمد لله تفضل يا أستاذ النجلاء كان ليس أسأل عند حضرتك معي والدتي ستة جديرة عندها 82 سنة وهي مش بتصوم رمضان لكن بتطلع بدل الصيام طيب دلوقتي اللي هي أخي كبير هو حصلت له يعني زروف مرضية وقاعد في البيت ومعندوش أي مظل رزق ينفع أن هي تتجيله المبلغ المالي اللي هي تتطلعها بدل صيامها ليه هو هو دلوقتي ما عندوش أي مصدر رزق وكمان وهو أصبح مسكين يعني ليس معه ما يكفيه آه آه تدقوله لأن فيه فرق ما بين الفدية والزكاة الفدية ديت هي مش بتطلع عن نفسها هي بتطلع عن الفدية دي لإطعام مسكين فإذا كان هو بينطبق عليه ده يبقى يجوز أنه يأخذ ده خلاص طيب وستاذ رحمة تتفضل أهلو السلام عليكم وعليكم السلام وراح أطلبك كياتو وتفضل لي يا أستاذ رحمة ما شو يعني شيخ أنا محتاجة بس منك طلب تدعيلي بس ربنا يفق قربي وجوز ما تجوزش علي أنا كلمت حضرتك قبل كده وحضرتك ما تقدش علي يعني أنا أنا أكيد 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 مش أصد وإذا كنت نعم وإذا كان ده حصل فأنا آسف قديني بكلم حضرتك وتفضل يا أستاذ رحمة أنت عايزان أدعيليك أن جوزك ما تجوز عليك أنا أدعيليك بصراح الحال أنت وزوجك وإن شاء الله ربنا يجعل بينكم التوافق ويجعلكم في حالة رضا ويجعلكم تصلوا إلى السعادة ويصلح حالكم يا رب ويصلح ذات بينكم يا ست رحمة المشكلة مش بس أن جوزك ما يتجوز الجوازة اللي هيتجوزها دي المشكلة الأساسية أننا نروح لأصل المشكلة أن التوافق يكون بينك وإنزوجك عشان يكتفي بيك فأنتو الاتنين محتاجين تعودوا مع بعض وتشوفوا إيه اللي ممكن يوسلكم للتوافق عشان تعيشوا بي وده هي الأفضل طريقة عشان الناس تعيش في راحة وما يحصلش فيها أن حد يوجع التاني معنا مين؟ معنا السيدة ممصطفى تتفضل أيها سلام عليكم إزاي كتبتك وعليكم السلام ورحمة الله بركاته السيدة ممصطفى سيدة ممصطفى لو سمحت حضرتك أنا بس كنت عايزة أسأل سؤال تفضلي والبيتي ستة جبيرة في السن وعندها زي زهايمر بتنسى يعني فيها فنهار رمضان بتاكل بتاكل هي يعني عندها زي زهايمر نحن نرى حاجة مصطفى هي نعم هي أنتو كشفتوا طب هي سنها كم الأول؟ هي سنها حوالي سبعة وتسعين سنة سبعة وتسعين سنة تسع وتسعين سنة آه يعني ده ممكن يكون مع احتمال زهايمر واضح يعني فهي إذا كان يعني هي بتنسى اسمعيني بس هي بتنسى فضلت الشق وتتعالج يعني طيب خلاص يبقى كويس يبقى كويس ما حدش يضغط عليه بقى يعني نفكرها ونعرفها ما تاخدش بال حاجة مصطفى حاجة مصطفى نعم أنتو ما تضغطوش عليها تفكروها بالراحة افتكرت أهلا وسهلا ما افتكرتش خلاص لأن بعض الأحيين إحنا لما بنيجي نعمل مع أهلنا وأحبابنا وهم بركتنا وأنوارنا اللي معانا اللي هم مصابين بالزهايمر لما بنضغط عليهم للأسف بنأذيهم بنوجعهم لأن هم بيحسوا أن هم مبقوش بشر بيحسوا أن هم وكأنهم فيهم حاجة جعلتهم مش مش بنقدمين فعشان كده إحنا محتاجين إن احنا نترفق بيهم عنفكرهم بهدوء لكن إحنا مش ينفع إن احنا نصومهم بالعافية زي ما بنعمل مع الأطفال فإحنا نعمل إيه حاجة مصطفى عنفكرهم بهدوء دول أكتر الناس اللي محتاجين ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أكتر الناس اللي محتاجين إن احنا نصاحبهم بالمعروف وبهدوء نفكرهم أهل وثاني افتكروا أهل وثاني ما افتكروش خلاص واضح يا مصطفى أستاذ محمد يتفضل السلام عليكم يا فن عليكم سلام رحمة الله وبركاته تفضل معلش حضرتك أنا أخش ملوشرة أنا على طول ده يتفضل أنا كنت كلمت حضرتك قبل رمضان والخطة قطعة كنت بقولك إن أنا كنت متجوز ومرتي ما بتخلفش وأنا عندي عيال وبتاع ومعنا مش محتاج ومع ذلك الخطة قطعت ساعتها في اللحظة دي وما قلتش لحضرتك إن أنا خدتها ولسيت بيها عدة كثرة وصرفت عليها مصاريف جندة عشان ربنا يراضيها وتخلف ويجبها العجلة ربنا يجب لها تتعايل ولا حاجة ربنا يراضيها فالخطة قطع حضرتك فما كملتش أنا كلامي فأنت حضرتك حكمت علي حكم التعتني من غير ما كمل كلامي طب أنت حضرتك حاجة محمد حاجة محمد كامل كلامي بقى أنا عايزة أعرف حضرتك حكمت عليها بمعنى عن إيه وانت بسلاتك الكلام مش عليك إنت الكلام مش عليك إنت يا حاجة محمد الكلام مش عليك إنت الكلام على شخص فيه الصفات دي تعال بقى نتكلم عليك إنت إنت لفت عليها في كل حتة وبعدين إيه اللي حصل لفت بيها استنى بس خليني أسألك عشان أنا بس أديك فرصة إنت دلوقتي بتقول إن إنت لفت بيها على كل الدكاترة عشان تخلف وبعدين وبعدين محصلش وبعدين محصلش بقى نصيب حضرتك إن هي فما خلفتش وبعدين عملنا إيه بقى عملنا إيه عمولا حاجة عملنا كل خير وكل طيب اللي هو إيه بقى الخير بقى اللي إحنا عملناه الخير إن إحنا رفقنا رفقنا بالكوارين بدعيت لها فعملنا إيه اتجوزنا تاني لا ما اتجوزناه أمال عملنا إيه بقى قل لي بقى عملنا إيه أنا طلقت وقعد زي منا أنا طلقت وقلت طب عسألك سؤال عسألك سؤال سؤال يا حاجة محمد وهدي بالك بس عشان بس نفهم بس صد الحب إحنا عندنا شوية حاجات ورثناها كده إن إحنا عندنا إحنا بنتجوز عشان نخلف بالأساس إحنا مش بنتجوز عشان نخلف الخلفة دي شيء آه ممكن يبقى مقصد من ضمن مقاصد الجواز بس مش هو المقصد الأساسي والدليل على ذلك يا حاج محمد إن في ناس بتتجوز وهما هو لا بيه ينفع تخلف ولا هو ينفع يخلفه فبيتجوزوا بعض بيتجوزوا ليه عشان يبقوا عنده حد يسكن إليه ويبقى فيه مودة ويبقى فيه رحمة إيه السؤال إحنا دلوقتي لما جات عندنا إنت وكأنك بتقول لي وكأن أنا فاهم كده إن إنت بتقول لي إن زوجتك اللي إنت بتحبها دي طلقتها لإن هي ما خلفتش صح كده لا لا يا فن لا مش ده السبب خالص أنا بقول إن ده اللي أنا عملته إن هي ما بتخلفش وأنا ارتضيت بيها فإيه اللي حصل فإيه اللي حصل فإحنا اتطلقنا لين اللي حصل إن كل شوية بقى أنا صغيرة أصل أنا جميلة أصل أنا مش عارف إيه لما أرزع عايشين كويس بتاكل وتشرب وتتفسح وتلبس كويس وعايشة سبناها ومخليها زي الفل وكويسة وحلوة مرة واحدة أنا كل شوية أنا عايزة تطلق أنا عايزة سفر البلد أم من ضمنه كل شوية أنا عايزة سفر البلد أنا مش عايزة عايش معاك أنا مش عايزة يعني هي مش عايزة تعيش معاك وإسمها بس لحاجة محمد فهي مش عايزة تعيش معاك وهي ما بتخلفش طيب يا فن يعني هو لعب منها خليني بس أنا بحاول أفهم التفاصيل أنا ده آخر سؤال أسأله لك وبعدين أسألك إنت عايزني أو أجاوب عليك أقولك إيه يعني هي ما بتخلفش ومع ذلك بتتغندر عليك صح كده تمام يا فن طيب فأنت عملت إيه بقى لأن هي ما بتخلفش بتتغندر عليك فطلقتها بناء على طلبها ده صح بناء بناء عن تعب بقى ووجع قلبه والزن كويس فين بقى السؤال فين السؤال يا حاج محمد السؤال حضرتك اللي أنا عملته اللي أنا عملته ده كله في الثمان سنين دول لما ييجي يديع يديع كده ويروح كده ويخلص كده لا هو ما ضعش يا حاج محمد هو أنت لما طلقتها طلقتها وحد حاطت حاطت سكينة على رأبتك ولا أنت طلقتها برضاك لا أنا أنا مش اللي ضع عند البشر اللي عند ربنا بس ألك لا اسمعني طيب والله هارد عليك بس أنت طلقتها لا بقردتي يا فنزم لا بقردتي طبعا بقردتي كويس جدا جدا فينت دلوقتي طلقتها بقردتك عشان أنت راجل أصيل فهي لما حسست أنها مش عادة أن تعيش معك أنت طلقتها أيوة فنزم الله لا يضيع أجر من أحسن عملك بما أنك أنت أحسنت عملك وأحسنت إليها وكنت ابن أصول وعملت اللي عليك وكل الكلام ده وهي في الآخر ما قدرتش ده هو مكتوب عند رب السماء فأنت أجرك مكتوب تماما عند ربنا سبحانه وتعالى بس نصحت يا حج محمد أن بعض الأحيين إحنا محتاجين أن إحنا نراجع نفسنا طول الوقت لأن إحنا عندنا زي ما فيه أن الله لا يضع أجر من أحسن عمل عندنا كمان قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى مع ديها يعني أنت راجع نفسك عشان ما تحسش بأن الواحد أنا يمن دلوقتي نفسيتك أنت وقلبك أنت أن الواحد بيحسن إلى الناس والناس بعد كده بتغضر بيه لا راجع نفسك راجع نفسك وحضرة النبي قال لنا الكيس من دان نفسه وعمل الإمام بعد الموت يبقى الكيس من إيه من دان نفسه يقعد مع نفسه كده ويقول هو عمل إيه ومعملش إيه لأن المفروض أن هي تحمل لك الجميل ده فإزاي هي رفضت الجميل بتاع حضرتك ده ده محتاج أن أنت تقف مع نفسك شوية يا حج محمد ومع ذلك ثوابك إن شاء الله لن يضيع عند الله في كل السنوات التمانية اللي أنت قدمت لها كل خير أستاذ شيماء تتفضل أستاذ شيماء تتفضل أهلا وسامة تفضلي أستاذ شيماء حضرتك أنا لي أتقال بسي تفضلي دلوقتي أنا خطي مجهودة قبل كده محسوس نصيب دلوقتي أنا مخصوبة وبتجاهز وفيدا أبوي أتلع عن معي وخد مكتب كنت متجوزة يعني حصلت دخلة واتطلقتي بعد كده طيب ودلوقتي أنت مخطوبة دلوقتي تمام تفضلي بتجاهز وكده طويلة عن شغريا وخد مكافأة بتاع شغل بتاعي معي وبتجاهز بي طيب لديك كانت ثاني وتتلع بيها عمرة أنا سامح حضرتك بس أنا يعني أنا عايزة أربط المسألة أصليحنا دلوقتي كنا في الجواز وبعدين نروحنا دلوقتي لعمرة ممتك فإحنا دلوقتي عايزين نكمل ما هي بالمكافأة يا عمي السيخ هي كانت عايزة تطلع بيها كانت مكافأة والدك هي كانت عايزة تطلع بمكافأة والدك عمرة صح كده أه طيب بس أنا قد تتلع أن أنا تجاهز بيها وكده طيب فأنت دلوقتي فين السؤال طيب كده عندما بتشوف تناس السعودية أو النجينة أو الناس اللي في العمرة وكده طيب فأهلا علي زم هي ما تلعيدش عمرة خالص قبل كده لا هي تلعيد من عشرين سنة كده طيب حاجة للجواز وإحنا دلوقتي خلاص مشينا في موضوع الجواز لا الأفضل أن يتجوزك ليه طيب لأن الجواز ده حاجة متعدية فيه اتنين عايز عدو وفيه أسرة جديدة عتتبني وفيه ناس ممكن يفرحوا وعندها يبقى عندها أفاد لكن العمرة هي عملة عمرة سألتك هي عملة عمرة ولا لا لأن حتى على مذهب السادة الشافعية في العمرة واجبة فهي خلاص عملة العمرة وخلاص قلت عملة عمرة من عشرين سنة الشطرة بأن أنت في أقرب فرصة تعمل إيه لها إن شاء الله دي لما تتجوزي ويهي طلعي عمرة إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله أنت والدة تعملونها منفجأة والطلعوا عمرة أنت لأ أنت جوازة خلي بالك لأن أنا عارف بعض الناس أن عندهم جلد للزاد والوسواس ممكن تتسمم لهم للجوازة لا أنت اللي حصل ما فيهش أي حرام ولا حاجة وانت طيب يخطرها وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمها معنا الأستاذ دينا تتفضل أستاذ دينا أستاذ دينا معنا طب ترجع تتصل بينا لو مش معنا أستاذ دينا أستاذ سليمان من جنوب تسينا يتفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة حضرتك طيب وحضرتك بصحة وبسلام وبركة وربنا يزيدك من سعة السبر يا رب الله أعزك أستاذ سليمان نتفضل أنا كنت محتاج بس أرقم تلفون حضرتك مالش أي دولك في كنترول على طول ما عندكش ده مسؤال لا أنا عايزه عشان حاجة خاصة يعني خلاص نتكلم إن شاء الله على التلفون إن شاء الله يا سيدة إحنا النهاردة اتكلمنا في ختام أنا أقول لكم حاجة أنا لما بحس وبعيش مع القرآن في الكلام عن الأسرة أنا بحس أن أنا مش عايز أخرج والله ما عايز أخرج صحيح إن نبقينا تلك عشرة كاملة خمسة كانت للزوات وخمسة كانت للأسرة الأسرة دي كنز من كنوز ربنا يعني كان ربنا ممكن يخلق الكون ده من غير الأسرة بس لما خلق الكون ده من غير الأسرة خلق الكون بالأسرة ده عشان إحنا نسعد نفرح عشان يقوله ما تتوجعش عشان الناس تتبني القرآن بنانا بنى الأسرة فينا بنى الأسرة وخلها قيمة فأرجوكم ما تهدوريش قيمة الأسرة ما حدش فينا يقول خلاص أنا أروح عايش الوحدي واسيب أهلي وأهجرهم وخلاص الأسرة ما بتقدمنيش حاجة أنت بزلت إيه عشان الأسرة تفضل بتقدملك يبقى لازم كمان أولادنا ولازم الأباء كمان يحافظوا على الأسرة بلاش لأدفع سبب نفك الأسرة دي الأسرة دي قيمة وستأتي الأسرة أنا أقول لكم ستأتي الأسرة وتجادل أمام الله سبحانه تعالى هذه الأسرة قيمة لابد أن احنا نحافظ عليها يبقى الأسرة قيمة بتعيش بالحب وكمان الحب بيزداد توهجاً وتألقاً مع النضوغ ويا سلام لو أن النضوغ دوات كمان استثمرناه فإن احنا نطور حياتنا وكمان ساعتها عن أعرف أن الأسرة دي رحم إنساني بيولد بن أدمين يستطيعوا أن يكونوا في قمة الإنسانية ويتعاملوا ويعيشوا عايش مشترك مليء بالكرامة مليء بالنعمة مليء بالرحمة مليء بالخير مليء بالجمال يا رب أكرمنا واحفظ لنا أسرنا يا رب العالمين واجعل هذا البناء الذي بنيته يا مولانا فينا بالقرآن فبنيت الأسر بهذا الجمال وبهذا النور وبهذه البركة يا رب لا تحرمنا أبداً أن تجعل أسرنا في حسنك فلا يصل إليها مكروه واحفظ اللهم أسرنا وكن عوناً لنا لكي نقاوم كل من يريد أن يهدم هذه الأسر واجعل الأسرة قضيتنا التي بها نحافظ على حياتنا ونحافظ على جمالها ونحافظ على كل نعمك يا رب العالمين اجعلنا نجعل الأسرة نعمة ونشكرك يا مولانا أن نحافظ عليها يا أكرم الأكرمين مددك ونورك لأسرنا لكي نبقى في أنسك وجمالك ونعمتك وبركتك عندما تمن علينا بحفظ أسرنا يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا أكرموا تعالى